السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير اليوم جبت لكم طريقة تنظيف حوامل الفون بخلطة رهيبة خلطة عجيبة تحضرها في المنزل بمكونات بسيطة تتحصل على أحسن خلطة لتنظيف جميع الأسطح كما لكم تشوفوا الخلطة عبارة عن ملعقة بيكربونات ملعقة ملح ملعقة سكر وأيضا ملعقتين من سائل غسيل الأواني وأيضا عندي فنجال ماء نخلط المكونات جيدا تحصلوا على هذه الخلطة أحتساعدكم في تنظيف جميع الأسطح مهما كانت الدهون يعني متراك مع فون فيها طريقة التنظيف رحنا نتقاسمها معكم إن شاء الله مع حيلة رح تساعدكم في يعني تخلص من هذه الدهون بسهولة وأيضا بيع سرعة كما رحكم تشوفوا هنا نحتاجوا غطاء قارورة رحنا نوريلكم يعني كما رحكم تشوفوا أنا حطيت بس هنا حطيت فيها ماء يعني سخون يغلي حطيت فيها الخلطة اللي كنت حضرتها معكم وحطيت يعني الحوامل فيها مدة يعني ليلة كاملة لكن مرة على مرة نزيد نضيف لها ماء سخون باش يعني يتنحلهم الزيوت أو الدهون المتراك في الحوامل إذن كما رحكم تشوفوا هنا بعد ما نخليهم حتى يعني يشمخوا معايا أنا هنا بالنسبة للإناء يعني كان صغير شوية يعني مرة على مرة نقلبهم باش يعني يتشمخوا لي من كل الجهات الطريقة سهلة ناخدو الغيطاء كما رحكم تشوفوا نقوم بهذا العملية الغيطاء هذا رح يساعدكم في تنظيف الحوامل والتخلص من كل الدهون كما رحكم تشوفوا يعني نتيجته يعني ما شاء الله إن شاء الله هتجربوا الفكرة أو الحيلة اللي راني أتقاسمتها معاكم وأكيد بالنسبة للأماكن اللي تكون صعبة نستعملوا فيها السكين وننحوا كامل يعني الدهون اللي تكون متراكمة كذلك نصيحة نعطيها لكم بالنسبة للحوامل ما تخلوهم شي يعني حتى يعني تلمت فيهم الدهون يعني مرة على مرة ننحهم ونغسلهم هنا بعد ما يعني حكيتهم ونحيت لهم كامل الدهون هنا عندي الخلطة هذي يعني ماء وشوية سائل الأواني حطيت عليه الخلطة اللي كنت حضرتها معاكم وأكيد هنا كما لكم تشوفوا رح نهاود يعني نرغويهم كامل نحيلهم كامل يعني الدهون اللي كانت مازالها يعني فيهم أكيد كل ما نرغو منهم كل ما يعني نحاول أني نحي الدهون إذا كان يعني مازالها يعني صدقوني نتيجة رائعة وعطاني يعني لماعان للحوامل وخلاهم يعني يبرقوا هناك ما راكم تشوفوا رح نكمل كامل الحوامل نغسلهم من نفس الطريقة يعني حاولوا أنكم الأماكن اللي تكون يعني صعبة تنحوهم بالسكين باش يساعدكم في التنظيف هنا بعد ما نكملهم كامل ننقيهم كامل ننديلهم رغوة بها الطريقة يعني صدقوني النتيجة رح تكون في آخر الفيديو رح تشوفوها يعني ما شاء الله هنا بعد ما نكملهم كامل نروحنا ونغسلهم بالمسخون يعني هنا لازم مسخون باش يعني أي حاجة تكون يعني متراكمة يعني دهون ولا يعني أي حاجة رح تتنحق بالمسخون احنا بعد ما شللتم المرة الأولى رح نشللهم المرة الثانية ونحيهم يعني نخليهم يقطرون ونوريهم لكم إن شاء الله كيفاش يعني خرجوا ونحطهم على الفون كما راكم تشوفوا الفون بتاعي هنا يا بنفس الخلطة يعني غسلتوا يعني رح يعطيكم النتيجة هذه كان هذا هو الفيديو تاعي لنا هاليوم أكيد إذا أجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ودعمي والبرتاج مع الناس اللي تحبوهم باشتعون من البيت إن شاء الله على الجميع تحياتي لكم سلام